السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي هنشوف مع بعض ازاي دخل عنصر في قلب ليومن ارتي ديزاينر. ممكن ناجي هنا. طلع اللي هنا دي معناها ملف جديد. فيبدأ يديني اشكال المختلفة. زي ما هشايفين ممكن اقول له open. دي حاجات جهزة. ودي مايسين. طيب انا عايز اصحب مثلا حاجة عند جهزة. امتداد object. ممكن ناجي كده. ودي ملفات الوجيكت اللي عندي. ممكن نسحب واحد فيهم عشوائي. نحط هنا. فبيبدأ يعمل له import object. بالشكل دوت. ممكن نجي بعد كده. جابلي ان انا اعمل له move. وان انا اعمل له rotate. ما انا اعمل له. ممكن ناجي هنا. في القائمة ديجت. اي عنصر بعمل سيليكت عليه بيبدأ يجيل الخصائص ديت. انا اظهر اتحكم في الاكس والواي والزت. والزاوية بتاعته. الشكل ازود. والموف برضو ممكن اتحكم فيها وممكن اضيف صوت. ممكن ابدأ اقول له انا عايز ان انا اسحب لير معينة. ولكم مثلا لير ديت. فتبدأ تقدر معي هنا. وعندي الاسهم دي. ابدأ اشوف اللير التانية اللي موجودة. لو فيه اللير عجباني ممكن اقول له. وابدأ احطها مثلا على دوت. والليير نفسها اقدر اغير اللون اجي هنا. واختار اللون اللي انا عايزه. بدأ تسحب اللون اللي انت عايزه تحطه هنا. اقول له اوكي. ايه ده يضر معك هنا. هتبدأ تلون بشكل دوت. ده اللير دي فيها شفية كبيرة فهشكل كده. ما اخدش اللون بتاعها. نقدر نغير في عددات الشفية زي ما احنا عايزين هنا. يعني خلينا نرجع لها. اهوت. ده البريدنس. ده شفية هي. دي معملة جلاسيز ممكن نقول له خليها ستاندرد. بشكل دوت. ممكن نديله ونغير فيه. نخليها المتاليك. ده البريدنس تسمع. ده شكل دوت. وزيدر تصيف الماتيريال زي ما انت عايز. اختار الماتيريال الثانية. اقول له ادي له اللون دوت. فيبدأ ياخد اللون. ويحطه على الماتيريال. بشكل دوت. وطبعا نقدر هنا نغير فيه العديدات الخاصة بالشمس. الوقت. انيو من سنة وهكذا. وممكن تجي هنا تقول له انا عايز لك سنفير. فخلص يبقى تدام فيه. اي حاجات تتحكم فيه الحركة او الموق و الاسكيب وهكذا. تبقى ثابتة بالنسبة لك ومشيئة حركتي. تبقى ثابتة بالنسبة لك. تبقى ثابتة بالنسبة لك. تبقى ثابتة بالنسبة لك.